خلينا اتكلم كل امانة محمد صلاح في ستيج تانية يعني انت تانية فالس الحمد لله كانت تجربة جيدة جدا لكل النجوم اللي تلعوا معنا دلوقتي في التقرير لكن يبقى محمد صلاح بيكتب تاريخ مختلف بيوصل الستيج مختلف تماما وخلي بالك المكاسب اللي بيحقها محمد صلاح مش بس على مستوى الارقام لا على مستوى كمان التسويق للعب المصري دلوقتي اللعب المصري وان شاء الله خلال المستقبل هتلاقي بإذن الله لعيبة كتير جدا من مصريين بيلعبوا في البريمالليك بفضل محمد صلاح عايزك يعني كمان عندنا جراف على الدوريات الأوروبية أو الدوري الأوروبي من اللعيبة المصريية اللي اشتركوا فيه لكن عايز اخد رأيك فيه اللي هترك اللي حقا هو محمد صلاح في الجولة الرابعة من الدور الأبطاء يمكن يا كابتن محمد صلاح كلنا فوجينا انه هو قاعد احتغطي ما كانش مبتدي في الحداشر كان شيء غريب كلنا بالنسبة لنا خصوصا انه هو بداية الموسم دي ما كانتش موسم أفضل بالنسبة له طبعا مقارنة بالموسم السابقة ولكن حتى هو كان نازل زهقان ونازل بان عليم الداية حتى كان رد فعله بعد الجون الأولاني متحسوا انه هو مش مبسوط قوي ولكن طبعا بعد الجون الأولاني والجون التاني وبعد ما احرز الهاترك شفنا الاحتفال بتاعه اختلف بشكل كبير ويمكن ده سبب من أسباب الأداء الجيد جدا اللي شفناه مبارح في مبارات السيتي وليفر بول الهاترك ده مع طبعا واحد زي محمد صلاح أكيد عاشق للأرقام هو لعيب لما بيوصل الأرقام دي كلها كابتن وبيحقق أرقام محدش غيره حققها سواء أفريقيا أو سواء عالميا أو في دورة انجليزية ويبه هو أكتر واحد جايب إجوان فهو لما عارف انه هو أكتر لعيب جايب في تاريخ الشامبينزيجي اللي لقف في أباطرة الكورة انه هو أكتر واحد باسمه واحد مصري أفريقي عربي فهو طبعا دي ديته يعني انتشى كده شوية وشفناه أداءه كان هايي اللي مبارح في المباراة ودي كانت من الأسباب اللي أنا أعتقد أنها خلت مبارحك كان بيلعب واحدة من أفضل مبارياته حنيعرف برضو منك ليه محمد صلاح أدى واحدة من أفضل مبارياته حتى على مستوى ليفر بول كمان واحدة من أفضل مبارياته وزي الناس ما بيتكلم كثير من الناس تقول حمد الله على السلامة ليفر بول يعود تاني بوجه الحقيقة